وسط إقبال جماهيريا كبير افتتح معرض الأعمال الفنية واليدوية والغذائية بمشاركة فريق نحن هنا في صالة جمعية الحوراء بمدينة سلمية نحن نحاول نطور أطفال الشلال بأي طريقة بشان يبينوا ويظهروا على المجتمع المحل اللي نحن فيه فنحن نحاول نستخدم أي شيء من مخلفات البيئة ونطلع فيه منه شغلات نستفيد منها ونبيع منها مشان الأطفال يتشجوا أكتر للشغل الجمعية حوراء من أهم أهدافها هي تمكين المرأة بالعمل ومساعدة لإيجاد فرص عمل ونحن لدينا عدد كبير من المتطوعات بالجمعية فحبينا نحن تكريم الجهودين معنا بالجمعية نعطينا الصالة الجمعية بشكل مجاني مشان يعرضوا منتجاتهم وكل من سيدات رائدات العمال ومشاركين بمعارض على مستوى القطر فحبينا نحن نكرمين ونعطينا الصالة الجمعية ويعرضوا منتجاتهم المعرض دم مجموعة من الصناعات المتكاملة من الصوفيات وأيضا بعض القطع من توالف البيئة التي تم تدويرها وحلويات وظهور وأغذية صحية حملت بصمة المرأة السورية المعرض أنه يفيد بشغل اليدوي يعني أنه يبين مواهب الواحد وكيف يطور نفسه فاشتراكي في هذا المعرض كان بالصابون للبشرة فيه له اختلافات يعني مثلاً عندنا أنواع مختلفة وكله أنه ما في مواد كيميائية ولا مواد مضافة أنه منه بيفيد البشرة ومنه للجسم يعني حتى لإزالة الحبوب للوجه وكله من مواد طبيعية زي جوز الهند غليسارين إلى آخرين مشاركتي بالمعرض هي عبارة عن بعض الأكلات الشعبية اللي متعودين عليها هو كعك السلموني البتوفورات وتعني الشيء أنه أنا بشتغل بالأكل الصحي الأكلات الصحية لعمرض الأمتصاص وسوق التغذية والسكر أنا منتجة يدوية يعني بحياكة الأصواف اليدوية أي قطعة بتنطلب مني عندي ورشة بتشتغل كل شيء العاب قطاع اللبس أي شيء يعني وبشكر كل شيء عطاني هالفرصة أن يكون بهالمعرض يعني هاي المشاركة أنا عم بشتغل كشغل النور القديم شغل تراثي عم نعيد أحياءه إن شاء الله هيك كما عادة تدوير مع الشغل الصوفي وكثير هاي الشغلات الصوفية عم تغطي مردود مادي للمرأة المعرض رسالة تؤكد على دور المرأة في المساهمة ببناء أسرتها ومساندة عائلتها في العمل والمشاركة معه في كل شيء اشتركوا في القناة